السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد غيميج وجيتكم في فيديو جيد اليوم عن خطايا السبع و 7 deadly sins grand cross طبعا ان شاء الله اليوم هحكيكم عن update الجيد رح ينزل بكرة بتاريخ 31 الشهر اللي هو رح يكون gallant و gother طبعا اول شي رح فرجيكم صورة اعتقد هي leak نزلت اللي هي بكتوب فيها new hero added truth and lies pick up draw new hero rate up طبعا pick up draw new hero rate up معناها انو rate تبع هدول الشخصيتين رح يكون اعلى من الباقي اللي هو the ten commandment gallant of the truth أو of truth من غير ذا the god sin of the last holy knight gother يعني اظن فيه gallant الحقيقة و gother اعتقد الشماتة او هيك مواف شو بسموها اوكي هلا بيجيب شو مكتوب بتحت لو بتشوفو a storyteller's lie can become a truth if it's interesting whether it's a lie or truth it's up to the standards of one who listen يعني متل انو اي شي انت بتحكي ممكن يكون حقيقة احيانا او ممكن يكون كذب حسب طريقتك او حسب انت شو بتفكر شون طريقة تفكيرك طبعا اوفرجوكم ليكم مكتوب تحت انو hero shown R grade UR here's shown R اي يعني هي دول الشكل تبعهم هاد لما يصيروا UR مو لما يصير SSR متل لما صار فيني بفيديو مارلين الشكل اللي حاطينو طبع ال UR طلعت هيك انو فيه اثنين مارلين بقى انا فكرت هي الاديمة طلعت هيك هي الجيدة والاديمة بقى لما تشوفو الشكل الشكل اللي راح تطوب البانر راح يكون UR بس ما تسحبو راح يكون SSR اللي هو Galland و Gother وطبعا شو كاتبين شغلة كمان انو hero draw or coin shop when the pickup beard ends يعني شو راح يصير راح يضيفوه على hero draw او coin shop بعدين بس يخلص البانر هاي هاي هلا عرفنا انو Galland و Gother راح يجو هلا بنشوف اول شي الباتش نوت او update patch طبعا بس يعني يكاتبين شي بسيط خير نشوفه اللي هو انو راح يكون بتاريخ 31 ثلاثة الساعة 10 bm PM اللي هو بالليل طبعا PDT اللي هو بثفك بذري شو day time اعتقد day time معناها طبعا انا عندي بالبطن العربي يعني بيكون الساعة اعتقد تسعة انو رئيسة بيكون عشرة ممكن قبل رئيسة بساعة راح يبلش و للتناعش ونص ام اللي هو الصبح عنده يعني هو راح يكون ساعتين ونص يعني عنه من الساعة التسعة للساعة ممكن 11 ونص طبعا الupdate description كاتبين بس انو شابتر 7 unlock يعين شابتر سبعة راح يكون موجود لانه هلا بشابتر ستة و البلاير رانك راح يصير من 65 ل 70 هلا فينك ترفعها تعمل limit break اعتقد و the poor sin of glottany great mage marlin will be added to the coin shop in the future اه اوكي ما راح يضيفو marlin فورا اللي هو green marlin لا بالمستقبل بس fox sin of greed adventure ban will be added to the coin shop with this update يعني هلا راح يضيفو green ban اللي ما عمل درو عليه ممكن هلا ياخده بالشوب اعتقد راح يكلف خمسة او سبعة حسب ازا كان discounted خمسة ازا كان مو discounted راح يكون سبعة كوين اللي هو rainbow coin اللي هي بتاخدها انت كل ما تطلع SSR بيعطوك دوب بيعطوك كوين هاي الكون راح تستخدمها لطلع fox sin طبعا بعتقد ban مو كتير مهم خلوهم انو بعدين راح يجي اسكانور واسكانور طبعا لازم must يعني must have اوكي هلا بنروح بها اول شي خلنا نشوف غوثر طبعا انو كله اكتر الناس بده غوثر ليش انو غوثر بيقلك افضل شخصية باللعبة مو افضل شخصية كسبورت لا لا بيقلك افضل شخصية باللعبة اللي يكون عندك ياها بالتيم طبعا هو سببورت بيعتبر ما بيعتبر يعني هو انو damage dealer او اللي بيعمل الدماج بالتيم لا بس انو عنده سكلات بتجنن خلنا نقرأ اول شي شو هو طبعا هو رح يكون لونه احمر رح يكون SSR combat و unknown يعني انت ما بتعرف انه رح يكون بشري رح يكون بس اكتب unknown disable skill AOE skill debilitate ultimate increase skill rank و combined attack يعني فيك تحكي انو كل شي بيخص السببورت عنده الا الهيل ممكن خلنا نبلش بالسكل الاولى اللي هو اسمه arrow shot الافكت اوش طبعا نفيت الترانكاتر يعني الاول inflict damage equal to 120 % of attack on all enemy يعني بيعمل 120 من damage للكل سهلة بس التانية هون بتصير شوي حلوة اللي هي بيعمل 120 damage كمان بس شو بزيد attack disable attack skill for one turn يعني اي شي attack skill رح يوقفه لمدة دور واحد نفس الشي بالنسبة لليفل ثري بس رح يكون لتو ترن و 180 damage بروح للتاني واللي هي اهم واحدة اهم واحدة بغوثر و ليش هو مهم اللي هو invasion arrow invasion arrow increase skill rank of any one ally هلا ما قلون one one ally شي يعني انو احنا مثلا عنا كرت لفل واحد لو كانت هاي لفل واحد بتحطها على اي شخصية بيخليك تختار اي شخصية بدك ياها كل الكروت اللي عندك لهاي شخصية تطلع one rank يعني مثلا هي gold هي bronze بتصير silver من silver بتصير gold مشان هي مشان هي هي احسن شي باللعب لشانو انت ممكن كل وين وين توصل لرنك ثري بالكاركترات او لعني كرت ثري ستارز بس هلا بصير كتير سهل انك تجيبها طبعا الأحلى من هيك انو لو كانت هي لفل اثنين increase skill rank of all allies يعني انت اي شخصية ما في داعي تختار اي شخصية عندك كل سكلاتك رح تصير لفل 2 او لفل 3 حسب هيك من رنك تبعها الحالي رح ترتفع رنك والاخيرة غير انه هو increase basic stats of all allies by 20% يعني لفل 3 شو بصاوي بيعطيك 20% بالباسيك بالباسيك اتاك اللي هو البيسيك ستات اللي هي اتاك اتش بي ديفنس 20% تخيل for three tenants كمان يعني تلد دوار وشو increase skill rank of all allies طب هلا المفروض يكتو انه one rank بس مكاتبينها هلا بنيجي لل بنيجي لل ultimate اللي هي ال special ability اللي عنده لما يكون لحاله inflict damage equal to 350 of all of attack on all enemy and depletate three ultimate move gauge orb شي يعني يعني بيعمل 350 اتاك لكل enemy وبياخد ثلاثة الاربات اللي عندك بياخد ثلاثة منهم هاي لما يكون لحاله لما يكون مع king بيعمل 400 damage لكل الانمي 400% من damage طبعا لكل الانمي وبياخد خمسة من الموف gauge orb يعني كل orb بعتقد كل orbاتك رح تروح من الاخير لما يكون معه king خلينا نشوف مين king اللي بيكون معاه king الازرق و king الاخضر هذا اللي هو combined attack اللي هو لما يتغير الاتاك تبعك بيكون شكله العادي بعدا بيصير غير اللي هو blue king و green king والاثنين بيعطوه rate 19.2% طبعا association ازا ما عندك هدول احيانا انه ممكن تكون حاطة king بتيمك ببدك حدا يعطيه boost green marlin بتعطيه crit rate 19% red marlin بتعطيه 19% كمان وهي اعتقد blue اللي سما اجت لعنا وسليدر بيعطيه attack 180 اللي هو ssr blue slader وال red الاحمر بيعطيه 180 طبعا الاحمر بيقولك احسن الازرق والازرق بيستخدم لشغله واحدة بعدين كبه اما هذا يعني احسن لك انه انت شوك ما فيه شغله انه انت لو لفلت الالتيمت تبعه رح يعطيك ال basic stats بدال الخمسة رح تصير تزيد واحدة على كل الالتيمت يعني ممكن تصير ازا هو خم ستة خمسة يعني بتصير عشرة بتصير عشرة ال basic stats عشانك بقى استخدمو ازا بدكم طبعا مين فيك تحطو link يعني فيك تستخدمو لشخص مارلين فيك تحطو على مارلين ازا بدك الحمرة والخضرة وفيك تحطو على slader طبعا بعدين رح يكون بنحط على اسكنور وهوغو اللي هو الار ومارلين اعتقد هاي الزرق ما بعرف شو لونها وريمورو وريمورو اللي هي ريمورو لما تكون human وريمورو لما تكون اسلايم طبعا هدول من المسلسل اللي هو that day when i recornated as a slime اعتقد هي كان اسمو اللي هو كتير كتير حل انا كتير بحبو هاد الالمي وبنروح لل unique اللي هي increase all allies damage by 10% at the start of the next turn if the hero doesn't take damage limit 5 time reset upon taking damage شو يعني يعني انت كل تاخد فيه damage او اه اللي هو منسيت اسمو اه غوثر ما بياخد damage بيعطيه لل all allies 10% من damage بيزيدهم من 10% من damage من الخمسة يعني والستاك اكتر شيء المكسموم 5% طبعا مشان هيك بقى بقولوا مارلين حلو عليه او اي واحد بيعمل بترفاي مشا ما يعني غوثر ما 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 ياكل دميج ساعة راح يزيد لك الدميج تبع تيمك كله اوكي هي خلصنا هلأ من غوثر طبعا لازم لازم تعملوا عليه لغوثر كتير كتير مهم غوثر بالنسبة لكم اي تيم بي في بي بي راح تستخدم غوثر معك وراح تشوف شون راح يفيدك كتير وطبعا راح يصير فون اللعب ليش انو انت مسلا بدلا ما تستخدم تحرك شخصياتك او تحرك الكروت اللي عندك مشا نطور الكروت لا بتستخدم غوثر بيصير كلن لفل 2 وشو حالاتها يعني انت ما مو ما في داعة السنة للدور اللي بعدو لا شو بتعمل بتحط اوشي غوثر وبتختار مين مسلا لو كانت لفل 2 ما في داعة تختار ازا كانت لفل 1 بتختار مسلا انا بدي خينا نقول مسلا مين الاسبيشالو بتختلف كينغ كينغ الازرق كينغ الازرق لفل 1 تبعا شو بتعمل ما بتعمل غاية دميج شو بتعمل بتحطة هي وليفل 1 وبتختار انو انت بدك ياها على كينغ شو بصير اول ما يستخدم سبيشالو غوثر حتى لو انت اللي حاطتها اللي بيكت هجم فيها رح تصير رفل 2 رح ساتة شو رح تعمل رح تحجره للي ضدك بكارت 1 رح يصير رفل 2 غSí ادول الشغلات اللي هو عنده إياها يعني خلاني نقرأ انو بصراحة انو لسه مكتير عارفان فيهم هدول Inflect Amplify damage equal to 180 of attack on one enemy الامفليفاي معناها انه انت راح تعمل 30 بير اكتر في بوف اونسلف يعني انت كل ما يكون عندك بفات اكتر كل ما راح تصير هي اقوى يعني مثلا خينا نقول عندك بفين راح تصير راح تصير اعتقد 60 بالمية او مثلا ما بار شو متنحسي بصراحة لا خينا نقول مثلا انت عندك خمسين دمج زيادة هاي لخمسين دمج زيادة راح تصير ضرب 180 اعتقد هاي لما تكون رقم هاي يكون لفل واحد لفل اتنين بتصير 270 لفل اتلاتة بتصير 450 هلا لفل وان طبعه مو كتير او عادية لفل تو خينا نشوف شو بتعمل دي سمول او دي سمال سيكتر كات انفلكت دامج اكوال تو 68 او اتاك اون اول انمي ميكس تاركت بليد فور تو ترن طبعا البليد كتير حلوة انه بتعمل 80 بالمية من الدمج اللي عملته انت باخر الترن يعني مساخين قول انت ضربته بألف باخر الفايت او باخر الترن راح تضربه 800 كمان فوقها هاي بالبليد طبعا لفل تو ب 102 لكل الانمي وخلي البليد لتو ترن نفس الشي و 170 بس هيزيد في كتير بس هيزيد يعني من 68 102 ل170 هلا الالتي تبعو الالتي تبعو اسمه critical over inflict damage equal 420 of attack on one enemy and increase basic stats by 50 بالمية for 3 turn يعني شاف لو عملت الالتي بعدها استخدمت الاسبيشالات تبعاته راح يصير كتير قوي وطبعا شو هاي لتلاتتين يعني لتلتة دوار طبعا ما عندو لينكات وما عندو combined اللي هو انو راح تستخدمه معحده طبعا مبدئيا بعدين ممكن راح يصير في في نستخدمه طبعا نجي لاليونيك تابعو اليونيك تابعو اسمه طبعا gallant game انه هو بحب لو شفتوا بانمي بحب في عندو اسمه لعبة gallant game don't an enemy preventing debuff from applying and forcing them to attack gallant can only active one spear battle and does not work on deathmatch شو عظم فيها انو هو بيخلي كل شي ضده يضربو وبيمنع debuff انو مستحيل تعمله debuff وخليهم يضربو له وطبعا هاي بتزبط مرة واحدة بكل battle يعني فيك تقول اليونيك تابعو عادية بس الكوماندمنت تابعو اللي هي الخطيئة تابعو خطيئة الحقيقة شو بتعمل بتريفاي allies and enemy that use rank up or rank down skill for two turn does not work on deathmatch طبعا deathmatch اللي هي انت لما تلعب ضد البصات شو قصوب هاي انو انت ايك شخصية ضدك رح تعمل rank up او rank down رح يتحجر لمدة لمدة دورين يعني فيك تقولوا انو هذا هذا رح يكون يعني فيك تتحطه لما ما يطلع لك gother وبدك تخلي gother ما يستخدمو بقى شو بتعمل بتحطه اذا رفع الكاركتر اذا نزله رح يتحجر gother لمدة دورين يعني ما عد فيه يستخدمو طبعا فيك تحط king مع gother وخلص تقيم البوف تبعو وهيك بنكون خلصنا update 31 الشهر اللي رح يكون في gother و galland طبعا يعني التسعيم المية او مية بالمية اذا عندك جمات او diamond باللعبة هاي اعمل على gother انو رح يفي دك بال bvb وال bve وطبعا يعني بكل شي انو مهم مهم مع اي كاركتر عندك يا وطبعا فيك مثل ما تلكم يعني مشرط انو اذا ما معك جمات تروح تشتري جمات لا فيك تستنى وانو هو ابعتقد بعدها رح يصير بال coin shop موجود بقى انت بتجمع له diamond بتجمع له coin وبتعمل عليه multi yacht ان شاء الله هيك بكونوا باخر الفيديو ان شاء الله يكون استمتعتوا بالفيديو وفدتكم وحطوا رأيكم بالتعليقات وشوفكم على خير فيديوهات تانية مع السلامة